لكن نشوف المباراة الثاني زنبيا تقدمت في وقت مباكر جدا من المباراة بهدف مباغد جدا في الدقيقة 12 لدكا هدف حلو الحقيقة ومتحرك في مساحة ممتازة جدا من ناحية الشمال وحطها بشماله روعة 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 ما قدرش الراجل يلحقها اطلاقا ده كان الهدف الاول لزنبيا عن طريق لعبها دكا في الدقيقة 12 لكن بسرعة جدا اوكونوكو اوكونوكو في الدقيقة 16 يعني ده الهدف الثاني ده الهدف الثاني لنيجيريا ده مش الاول ده الهدف الثاني احنا ما جبناش الهدف الاولان هدف الثاني ده نوكالي في الدقيقة 65 برضو كرة ثابتة يعني برضو نفس الكلام وتقريبا من نفس المسافة من نفس المسافة تقريبا حلوة 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 ده الهدف بتاع اوكونوكو ده بتاع اوكونوكو مظبوط بعد كده عندنا كمان هدف لفريق نيجيريا نشوفه مع بعض وده هيبقى فيه هجمة مرتدة سريعة والحارس طالع بطريقة غريبة جدا 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 وحطاها في المرمى الخالي هدف فيه خطأ كبير جدا من قلبي الدفاع وايضا من حارس المرمى يعني بوس حارس المرمى طالع فين طالع فين يا راجل يعني شوف برضو دي اخطاء قتلة يعني انا ما بحللش قوي الماتشات اللي ما فيهاش مصر لكن لازم نقف هنا يعني ادي واحد ادي اتنين انت بقى طالع هنا تعمل ايه يعني انت لازم تسيب الفرصة للاتنين دولت الراجل ده اللي هو ده هيقفل كده طبيعي والراجل ده ممكن يجي من وراه عشان يقفل من وراه كده مثلا يعني يوم ده ياخدوا البرة كده والتاني ده يكون قفل عليه لكن طلوع غريب جدا للحارس بس ازاي طالع طبعا يعني خطأ قاتل اولا عطل الراجل اللي وراه هوريكوا عطل له ازاي مرة تانية يعني السردباك التاني بتاعه اتعطل نتيجة خروج الحارس السردباك وقف السردباك التاني هنشوفه حالا دلوقتي بص خلي بالك بقى من ده بص الراجل ده بتكلم على ده ده تعطل ليه لان ده لما تحرك كده قدام ده لما تحرك كده سوريا انا اسف بنقول ان ده اتعطل اتعطل ليه لان ده لما تحرك في المساحة دي افل افل على الراجل اللي انا حط عليه ده لانه انه ويجي هنا بقى صعب انه ويجي هنا خلاص لانه قطع ليه الطريق فكانت النتيجة انه هو خرج بص خلي وايه خرج زي برا اللعبة خرج برا اللعبة خلاص خلاص انته اخطأ قتل اخطأ قتل